يقال دائماً أن الفن والأدب هما من يبقى من ذاكرة الشعوب وفي سوريا وقف الأدب بكل أشكاله خلف جيشه مخلداً بطولاته روايات وقصص وقصائد شعرية معنا اليوم الدكتور نزار بني مرج من اتحاد الكتاب العرب يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك أسعد الله صباحكم وكل عام وأنتم وألف خير بمنصر ذكرى حدثين التحليلية والتحية للأخبارية السورية التي أحسنت اختيار المكان حقيقة لأن يكون هذا اللقاء في بانوراما حرب تشرين التحليلية لنستعيد تلك الذكريات العظيمة والمجيدة في تاريخ أمتنا وشعبنا أكيد أهلا وسهلا فيك عام جديد وكل عام وأنتم بألف خير يا ربي هذه الذكرى التي هي عزيزة على قلوب كل السوريين خلينا نحكي بمجال الفن والأدب يلي كمان ارتبط بأهم الملاحم وأهم البطولات يلي حقق أبطالنا أبطال الجيش العربي السوري ونحكي عن أهم الدواوين أهم الشعر وأهم الكتب يلي صدرت عن حرب تشرين تحليلية لا شك أن الفن والأدب يمثل مرآة للأمة وخاصة في المفاصل التاريخي التي تعيشها كحرب تشرين التي كانت فعلا ملحمة في تاريخ العربي الحديث في القرن العشرين استعادت فيها الأمة العربية كرامتها وأثبتت وجودها على الساحة الدولية وسجل في أبطالنا على الجبتين السورية والمصرية بطولات خارقة حقيقة سجلت بأحرف من ذهب ونور في تاريخ الأمة المجيد كان لابد أن يتفاعل الفن مع هذه القضية الهامة فكان الأدبائنا وفنانينا طبعا نتاجهم ومنجزهم الفني والأدبي الذي يعتبر موازيا لهذه المسألة وأسهم ويسهم في تخليلها يعني هي ليست حدثا عاديا حدثة تحليلية ليست حدثا عاديا أو عابرا وبالتالي كان الأدباء والفنانون هم القادرون على أن يحفظوا ويؤرشفوا ويوثقوا لتلك الملحمة الكبيرة طبعا هناك أعمال فنية تشكيدية ربما شاهدنا بعضها في أرجاء هذه البنوراما هنا أو في صرح الشهيد أو في أمكان أخرى من الوطن الفنانون والتشكيدون قاموا بدورهم أيضا على الصعيد الإعلامي والتلفزيوني كان هناك جهود مشكورة وأن كان هناك بعض التقصير ربما في الجانب السينمائي تحليدا عندنا ولكن هذا الباب مفتوح طبعا لتداركي مستقبلا أما على صعيد الأدب فقد أبدع شعراءنا وكتابنا في كتابة ما يمكن أن نسميه مرآة جميلة لهذه الحرب التي كانت تعبر عن ما يجيش في صدور أبنائنا وأهلنا لاستعادة الكرامة بعد نكسة حزيران كما نعلم فكانت هناك روايات عظيمة يعني ربما في طليعة الأعمال الروائية الهامة التي ستبقى خالدة في الذاكرة رواية المرصد للروائة العربي السوري الكبير حن مينا تلك الرواية التي جسد فيها بالكلمة والموقف البطولات الحقيقية لرجال قواتنا المسلحة عندما أخذوا معركة تحرير مرصد جبل الشيخ وأنا طبعا من خلال معلوماتي الشخصية لأنه من المصادفات الجميلة أن خدمة العسكرية كانت في نفس ذلك التشكيل الذي نفذ عملية تحرير مرصد جبل الشيخ فأنا أعرف تماما أن الروائي الراحل حن مينا كان يزور تشكيلنا ليلتقي بالأبطال الحقيقيين الذين نفذوا تلك المعركة ويستمع منهم إلى أدق التفاصيل ليدونها في روايته الهم المرصد طبعا كانت هناك أعمال أخرى يعني أعمال رواية أخرى مثل رواية أزاهير تشكيل المدمات التي أنجزها الرواية العربية السورية الراحل الدكتور عبد السلام العجيلي كانت هناك رواية الدوامة للأديبة السورية الراحلة لقمر كيلاني كانت هناك رواية بيت ودخان للروائي العربي السوري يحيى خطور كانت هناك رواية سخرة الجولان للأديب العربي السوري الكبير علي عخل عرسان إلى جانب الكثير من الأعمال الحقيقة ربما الذاكرة لا تسعبني بتذكر كل تلك الأعمال الروائية ولكن حتى على سعيد القصص القصيرة أيضا وأما على سعيد الشعر طبعا فحدثي ولا حراج تماما يعني أبدع شعراءنا حقيقة الكثير من الملاحم الشعرية التي خلدت تلك الحرب المجيدة لعل من أبرز ما نذكره على سعيد الشعر قصيدة ترصيع بالذهب على سيف دمشق للشعر الكبير نزار قباني والتي يقول فيها أتراها تحبني ميسون أم توهمت والنساء ظنون جاء تشرين يا حبيبة عمري أجمل الوقت للهوى تشرين هزم الروم بعد سبع عجاف وتعافى وجداننا المطعون مزقي يا دمشق خريطة الذل وقولي للدهر كن فيكونوا واركب الشمس يا دمشق حصانا ولكن الله حافظ وأمين وأما شعرنا العربي السوري الكبير سليمان العيسى فطبعا كتب أكثر من عمل وقصيدة حول هذا الحدث ففي قصيدة الخالدون يقول ناداهم البرق فاشتازوه وانهمروا عند الشهيد تلاق الله والبشر وأين عدت بالدم الجولان وانضفرت سيناء يا روعة الإكليل ينضفر دم الشهيد أعاد اللون لون دمه وارتد من الأجفون الضوء والبصر الخندقان وصلنا أمسغارهما وجددت في الهتاف الأسمر السور لأننا وجذور الشمس في يدنا نقاتل الحلكة الباغية سننتصره أكيد يسلم شكرا شكرا وفي منتدياتنا وفي الفعاليات الثقافية التي أشهدها بلدنا تشكل بشكل أو بآخر عامل تربية وتثقيف لتنشئة الأجيال على هذه القيم السامية التي تمثل ضمير الأمة وتمثل حاضرها ومستقبلها بالخطام دكتور بنا نتشكرك وإذا بتحب توجه كلمة أو بتحب توجه معايدة من حضرتك تفضل طبعا يعني ربما خير ما أخذت به نص قصير كتبته لذكرى لذكرى الأولى حقيقة كان عنوانه الحب الحرب والموت والحياة كنا نعشق يوم الحرب كنا نعشق يوم الحرب كنا ننسج قصة حب وبنادقنا كانت خضراء كان الشوق عبور خنادق كان الشوق صعود شهيد والقبلة كانت معركة في جسد الوطن المحتل وننشرها عشرات من قبلات الحرب تخالطها نار وحرائق كنا طفانا بشريا يغسل دنس المحتل كنا رملك يا سيناء كنا الصخرة بجبل الشيخ وفي الجولان نشتاز الموت ولا نخشى ألسنة النار كنا كالعائد للدار يعرف بستان البيت وأشياء البيت وشباب الوطن وشباب الوطن اشتاقوا جدرانك يا بيت عادوا بلباس الميدان عادوا 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 لفظوا سنوات اليأس عرفوا أن الدرب الحرب ستوصلهم ثانية للبيت رفعوا رايات الوطن رفعوا رايات الوطن لتخفقك العادة فوق البنيان عادوا للشيخ وللجولان المجد لعشاقك يا أرض المجد لمن قهر النسيان كنا نعرف كنا نعرف أن العائد للبيت شهيدا هو رب البيت ومنه كرامة أهل البيت هو العنوان هو الإيمان هو الإنسان كان ترابك كان ترابك يأخذنا للحب الأبدي وكان ترابك يأخذنا كي نحيى العشق العربي كنا نرتفع وفي رحلتنا يختلط الموت الأحمر والعشق كنا نرتفع ونزرع جو الوطن نجوما أسماء الشهداء وننسى الموت كنا نعشق يوم الحرب وبنادقنا كانت خضراء وكان الشوق عبور خنادقا كان الشوق صعود شهيد وكنا نكتب قصة حب في تشرين شكرا كتير لألاك ويسلام هدم شكرا لكم شكرا كتير لألاك وأكيد الرحمة لأرواح شهداءنا أكيد